وإلى هذا الخبر العاجل حيث تفقد الرئيس عبدالفتح السيسي الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شعب مصر العظيم في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتي تعزيم قدرات القوى الشابلة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث نظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية فثبت لها يقيناً أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه في إطار الأولوية القصوى لتعظيم إمكانيات الدولة وقواتها الشاملة تابع السيد الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عن كثب جهود إنشاء القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث شددت توجيهات سيادته على أن تكون القيادة الاستراتيجية صرحاً لشعب مصر العظيم وإضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهاتها وتعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة هذا وقد قام السيد الرئيس عبدالفتح السيسي بزيارة تفقدية للقيادة الاستراتيجية استعداداً لانتقال قيادة القوات المسلحة إليها حيث كان في استقبال سيادته كل من الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة وقد أكد السيد الرئيس أن القيادة الاستراتيجية الجديدة ستقوم بدور محوري في تعزيز الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لحماية الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويسهم في تأمين مقدراتها وحماية المصالح العليا لشعب مصر العظيم كما أجرى السيد الرئيس جولة بالأكاديمية العسكرية المصرية متفقداً عدداً من منشآتها ومن بينها مبنى رئاسة الأكاديمية للدراسات العليا والاستراتيجية ومبنى معهد المدفعية ومعهد المشاء ونادي الفروسية بالأكاديمية حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على الأهمية التي توليها الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يضمن رفع مستويات الأداء والكفاءة للمتعلمين والمتدربين ويعزز من قدراتهم العلمية والمعرفية والعملياتية ويؤهلهم لتنفيذ شتى المهام التي توكل إليهم مستقبلاً